أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم واعتوتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لبشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجرا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقروا أسن مطيلا ويوم تشقق السماء من الغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعبد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذ مع الرسول سبيلا يا ويلة ليتني لم أتخذ ظلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خدولا وقال الرسول يا ربي إن قوم تخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثمت به فؤادك ورتلناه ترثيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شروا مكانا وأضلوا سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا وكلنا ذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آيا وعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصاب الرسل وقلونا ما إن ذلك كثيرا وكلنا ضربنا له الأمثال وكلنا تنبرنا تتميرا ولقد أتوا على القرية التي أنظرت مضرسا أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نسورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كان ليضلنا عن آلهاتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هوا أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو ياطلون إنهم إلا كالأنعم بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلتا ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعم وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبا أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملء أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشر واجعله نسبا وصيرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بأمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم سوا على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أن نسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل من السماء برجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيدون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك خواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثى من يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزر وإذا مروا من لغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها دحية وسلاما خالدين فيها حسنات مسقرا ومقاما قل ما يعبغ بكم ربي لولا دعاؤكم وقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك آية الكتاب المدين لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين إن شاء ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين وقد كذبوا وسيتهم أنباء ما كانوا به يستنزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل سوج كريم إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك مساند القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا يوضلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب أخاف أن يقتلون قال كلا فذهبا بآياتنا إن معكم سمعون فاتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وللول بث فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة دمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم نوطنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرم وما بينهما إن كنتم تعطلون قال لئن ادخلت إلى هنويري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جيتك من شيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقوا عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لسائر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه أخاه وابعث المدائن حاشرين يأتوك بكل السحار عليم فجمع السحرة لمقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون فعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم عصيهم وقالوا عزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون فألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمانتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضعير إنا إلى ربنا مقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطاينا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن أشرين إن هؤلاء لشرذبة قليل وإنهم لنا لغائض وإنا لجمع حذرون فأخرجناهم من جنة وعيون وكنز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إليه أن اصنع الفلق بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين فلما ترى الجمعان قال أصاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن يضرب عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطول الأظم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أنثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أسلما فنظل لها عاكف قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يضعمني ويسقين وإذا مرض فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني لسان سلط من آخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعث يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا منهت الله بقلب سليم وأزرفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم من رب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولصليط حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوحي المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوء ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيع وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله واطيع قالوا أن نؤمنونك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بمكان يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا مطار للمؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إنا قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجينا هو من معه في الفلق المشحون ثم أغرقنا بعد الباطين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية دعبة وتتخذون مصادع لعلكم نخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذبا يوم أظم قالوا سواء علينا أوعظ أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمين في جنات وعيون وزروع ونخل وطلعها هظيم وتنحتون من الجبال بيتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يسرعون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثل فاتم آية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم ما علوم ولا تمسوها بسوء ويأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوطين المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم والأنتم قوم عادون قالوا لإن لم تنتهي يا نوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله وأجمعين إلا عجزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وانضرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إن قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيع وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وازنوا بالقصص المستقيم ولا تمخسوا الناس أشياءهم ولا دعثوا من الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا قسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعمل فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين من لسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجم فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينذي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزون فلتدعم الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشرتك الأقربين واخفر جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعمل وتوكل على العزيز الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السجدين إنه هو السميع العلم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين فنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغوون ألم تر أنهم في كل ودي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يطيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوطنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لزينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم بالآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدى الحكيم العليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سأتيكم منها بالخبر أو أتيكم بالشهاب قبس لعلكم تستنون فلما جاءها نودي أمورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فلما رأى هده تزغ أنها جان ولا مدبرا ولم يعطب يا موسى لدخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظالم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك أدخرج بيضاء من غير سوء في تسح آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها وسيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عطمة المفسدين ولقد آتائنا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا ماضيق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم ينزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يغطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمد علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا أن ترضاه وأدخلني من رحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهن أم كان من الغائمين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فما كثى غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجيتك من سبأ من أبأ يقين إني وجدت امرأتها تملكهم وأتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسينون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون أن لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش الأظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر قال سننظر أصنقت أم كنت من الكاذبين إذهب بكتابي هذا فألقي إليهم ثم تول عنهم فأنظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمر ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك فأمور ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتكم والآن تبهديتكم نفرحون إرجع إليهم فلنتينهم جنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يردد إليك ضرفه فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها نظر أتأتني أم تكونوا من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيلا هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتين العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقال أرسلنا إلى ثمود أخهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم مرقان يختصمون قال يا قوم لماذا تستعدلون بالسياد قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بيك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة دسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا دقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عطيبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيتهم خاوية مما ظالموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطان إذ قال لقومه أتأتون الفائشة وأنتم تبصرون أإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون صدق الله العظيم